هذا وقد غدرت التوقم الطبية مستشفى بالناسينة في مدينة جنين بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومطالبتها عبر مكبرات الصوت بإخلائه بشكل فوري وأظهرت مقاطع فيديو إكبار قوات الاحتلال عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أديهم وقيمها بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقال عدد منهم وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور وأغلقت جميع المداخل وعزلتها عن محطها الخارجية وجرفت عدة شوارع واعتقلت سبعة أشخاص وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم وفجرت عددا من السيارات